افتتحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر الذي تنظمه الوكالة الألمانية لتعاون الدولي وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي أن الاستثمار في رأس المال البشري وتنميته يأتي على رأس اهتمام الحكومة كما أشارت الوزيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم ما يقرب من 372 مشروعا بقيمة 26.5 مليار دولار تتوزع في كافة قطاعات التنمية